من أستنبول ينزم إلينا سيد عمر كوش المحلل السياسي سيد عمر ما الذي حققته تركيا من هذا العدوان على الأراضي السورية ألم يكن ما تم التوصل إليه اليوم من اتفاق بعد هذه العملية وهذا العدوان يمكن الحصول عليه من خلال ما تم الاتفاق عليه مع أمريكا قبل العدوان يعني المنطقة الآمنة هذه تم الحديث عنها والتوصل إلى اتفاق بشأنها قبل العدوان إذن لماذا كان هذا العدوان بداية تربساء الخير للجميع يعني الحقيقة العملية العسكرية التركية حققت على الأقل جزء كبير من الأهداف التي رسمت لها ووضعت لها أولا مع وقف أو تعليق العمليات العسكرية ووقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة هذا مشروط بانسحاب الوحدات الكردية إلى 20 ميل نحو الداخل وبضمانات أمريكية بمعنى سيد مايك بينيس أعلن بنفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشرف على انسحاب منظم لهذه الميليشيات خلال 120 ساعة ثانيا المنطقة الأميرة كانت مطلبا تركيا منذ عام 2014 واليوم إذا تحقق بدون طبعا عملية عسكرية فهو الكلفة أقل ورابعا أو ثالثا يمكن لدولة التركية أن تنفذ ما ترمو إليه في هذه المنطقة وهو إعادة جزء من اللاجئين إلى داخلها وبالتالي الأتراك يشعرون أنهم ربحوا لكن ليس طبعا ربحا كاملا والأهم الحقيقة من كل ذلك أن دائما أي اتفاق الخيوط العامة لا تكفي يجب أن نعرف ما هي التفاصيل اليوم الأكراد يكونون بأنهم يرحبون بهذا الاتفاق ولكنهم يرفضون رفضا تاما المنطقة الآمنة بعمق 32 كيلومتر كيف تتوقع أن يكون الموقف التركي؟ يعني ما هو مصرح به لا ينطبق دائما على الأرض الميدان أو الواقع لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتعهد بأن تنسحب هذه القوات إلى مسافة 20 ميل هذا يعني أنها هي الضامن وبالتالي الضامن هو المسؤول عن تنفيذ الاتفاق ولكن اليوم خيوط اللعبة تغيرت اليوم هناك شبه تحالف بين قوات سوريا الديمقراطية بقادتها السياسيين والحكومة السورية بوجود طبعا مظلة روسية وإيران أيضا دخلت على الخط يعني أمريكا لم تعد لاعب أساسي بالنسبة للأكراد أو حليف قوي نعم ما تفضلت فيه صحيح إلى درجة كبيرة لكن طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تبقى هي القوة العظمى وهي القوة الوحيدة التي يحسب لها ألف حساب سواء من طرف النظام أو من طرف وحدات الكردية أو من طرف روسيا أو من طرف طبعا إيران لذلك حتى لو بقي جندي واحد أمريكي في أي مكان بالعالم فمعروف أن وراءه قوة عظمى ولها ألف حساب ثانيا الحقيقة نعم الروس كسبوا والإيرانيون الحقيقة لأنهم لهم اليد الطولة وهم من يعني يسير النظام وفق ما يريدون يعني عندما وصلت القوات الروسية وصلت أولا إلى ممج وهي التي رفعت العالم السوري ثانيا أيضا في منطقة عين العرب يعني شاهدنا مقاطع فيديو سيد عمر للجيش السوري واللواء على ما أتذكر اللواء 74 الذي دخل ورفع العالم السوري وجنود سوريين كانوا في منطقة منبج بطبيعة الحال شكرا جزيلا لك سيد عمر كوش المحلل السياسي كنت معنا من إسطنبول ترجمة نانسي قنقر